الله تعالى الساعة السبعة مساء الجمعة في استاذ القاهرة يكون جمهوره في ظهره نصبر على لعبتنا اللعيبة كمان ما يتاح لها من فرص تأتي للمباراة وأي طموح للفريق الأثيوبي لأنه في النهاية المنافس ما عندوش ما يبكي عليه وده في الغالب بيكون أخطر ما يملكه أي منافس إنك تلاعب فريق مش فرق معه حاجة خالص وما عندوش حاجة يبكي عليه فخلاص بيبقى متحرر من أي ضغوط وده غالبا بيبقى منافس لا يستهام به مهما كانت الحديث عن النتيجة بتاعة المباراة الأولى أعتقد مارسل كورر يهم جدا الحفاظ على الصورة اللي وصل لها شكل النادي الأهلي عشان كده تعرض مارسل كورر إلى كتير من الضغوط ولكن يبقى الإغراء الحقيقي هو البقاء في الأهلي الإغراء الحقيقي البقاء في الأهلي أعتقد أن المدرب يكون عنده عرض للنادي الأهلي وعنده فرصة يستمر مع النادي الأهلي ويحقق ما يحققه من نجاحات مع النادي الأهلي ويرفع سعره للمستوى والقيمة اللي عليها وضعيته في النادي الأهلي أظن ده الإغراء الحقيقي العروض اللي يتناولها الإعلام من قبل أندية سعودية رغبة في التعاقد مع مارسل كورر السويسري أعتقد مسألة بتمثل اهتمام إعلامي كبير الأهرام قال أن الكورر يخطر الأهلي برفضه عرض الشباب السعودي ويتمسك بالبقاء لنهاية عقده عودة ريدا ستيم ومودست للتدريبات وحؤم بالأزمة المتولى والسولية وعفة التاح الجمهورية كمان على نفس الوطن رغم تلقيها عرضا خالجيا مغريا كورر مستمر في الأهلي الشروق أكدت على نفس المنحة وقالت أن كورر بيتمسك بالاستمرار مع الأهلي أمام إغراءاته السعودية وأن السويسري بيرفض عرضا من الشباب والأحمر يخشى تحركات الهلال الوفد قالت أن ده كلام نهائي كورر باقم مع الأهلي وقالت أن المدرب السويسري بيرفض العروض السعودية وأنه شرط الجزائي كلمة السر لكن خالد بيومي المحلل يعني شايفين أن كورر عنده شرط جزائي اللي جي له عرض كبير كده ما يدفع له شرط جزائي خالد بيومي في الجمهورية كتب قالك حرص جمهير الأهلي على استقبال مدربة مسويسري مارسل كورر قبل وبعد مباراة سان جورج الأثيوبي بعد ما قيل عن العروض التي وصلته خلال الأيام الماضية يؤكد حقيقة مهمة وهي مدى اقتناع الجماهير به كمدرب رغم خسارة السوبر الأفريقي وحملة النقدة التي تعرض لها عقب المباراة بسبب التشكيل والتغييرات والأداء بشكل عام وبيقول خالد بيومي كولر أقنع الجميع أن لديه مشروعا يرغب في إنجاحه مع الأهل باختياره أفضل العناصر الجديدة رغم قلتها لكنه يبحث عن الكيف وليس الكم وهو ما وضحت نتيجته في مباراتي المصري وسان جورج شوف أنا أرى أن حرص مارسل كولر أي على تحية الجماهير أي عقب المباراة أي مش بس رسالة أنه بيشكرهم أي لا درسالة نبي طمنهم أي يعني لو ترجع أنت لحديث سابق من عدة أشهر وهم يتحدى كان فيه الجورنال الأجنبي أي وقال له أنت في النمسا جالك عروض يعني أي أو بقالك سنتين ما اشتغلتش أي وقالك كان بيجي لك عروض ولا لا فقال له شوف أنا لما بيكون مرتاح في مكان لا يغريني شيء غير البقاء في المكان أي وأنا الفلوس مهمة لكن مش كل حاجة بالنسبة لي أي يعني يهموا جدا أن يكون مبسوط وحاس المكان ده هيقدر ينجح ويعمل معاه حاجة وده اللي هو يمكن بدأ يستشعره في النادي الأهلي خاصة أن الحوار دائم بينه وبين المشرف على الكرة الرئيس النادي الأهلي ويشعر بثقة النادي الأهلي فيه من خلال الكابتل الخطيب ومن خلال أن الكابتل الخطيب بيأسق فيه لدرجة أنه بيحقق له طلباته بالمزورة وأحيانا لما بيتجيله حاجات برا برا تفكيره وتعجبه هو كمان بيحس أن النادي فهمه بيجيب له حاجات فيه تناغم فيه تناغم وهو مبسوط من الكيميا دي لأنه أنت أحيانا ممكن يجي لك فلوس في مكان أنت هتغامر يعني هو أنت هتنجح أو مش هتنجح والناس هتتعامل معك إزاي هتساعدك ولا هتنفسك هتعاملك بتسلسل قيادي ولا هتحطك في مكانك المستحق أنا شاف أن الكولر محقق حاجات كتير جدا هنا بوجوده في النادي الأهلي تغريه على الاستمرار وتغري النادي الأهلي في التمسك به ده كلام لأنه الاثنين تلاقية بهذا الشكل من التأدير الحقيقي كابتن أحمد شبير والكابتن وليد صلاح الاثنين كباتن الأهلي والاثنين علقوا على لقطة حفاوت كولر مع الجمهور الراشق دي أثرت ملاحظة الاثنين نشوفه بالتأكيد الفوز بيولد اللاثقة والهدوء والراحة النفسية لكن تعالوا شوفوا كولر كان لبالكوا كولر كابتن أحمد كابتن وليد وكل الجمهور كل مباراة فيها الجمهور هو دايما بيحب يوصل الرسالة أنا عايزكم أنا عايز الجمهور يبقى موجود حتى لو العدد قليل شوية لكن تشعر أن فيه كمية جميلة بينه بين جمائر النادي الأهلي نشوف كولر كم بيقول إيه أو لغة الجسد كم بيقول إيه رغم أن المباراة سهلة أه ورغم أن المباراة يعني تمام لكنه هو راح للناس وأعتقد أنه بيدي رسالة نقاعت يعني وهو عجبني الراجل قال للناس في النادي الأهلي يا جماعة أنا ما عنديش عروب يعني فيش مدارب بيعمل كده حقيقة بيقلدهم بياخد حركاتهم طريقتهم وراجل يعني الحياة يعني كل يوم بيكسب أرضية مع جماهير النادي الأهلي مع الجماهير بصفة عامة لأنه ما اسمعناش منه كابتن أحمد أي خروج عن النفس راجل محترم مهزب يعني حاجة جميلة وهو زاكي جدا في فكرة الرسائل يعني هو محتاج جمهوره نعم وعايز زي ما حضرتك قلت في الإنترو في الأول عايز يصالح جمهور النادي الأهلي بعد ضياع السوبر فماتش المصر مع ماتش النهاردة وهو عارف إن المفروض كان يبقى فيه 30 ألف متفرج فهو رايح لهم عايز يحتفل مع الناس اللي جاب ويقول لجمهور الجمهور النادي الأهلي كلهم يعني آه محتاجين كواه طيب الاثنين من كابتن الأهلي كابتن شويرو الكابتن وليد صلاح والاثنين شافوا إنه مارسل كولر راح للجمهور عشان يقول رسالة معينة الحقيقة ظهرت مجلة الأهلي كمان في عدد هذا الأسبوع وعلى الغلاف بتاعها مارسل كولر في هذه اللقطة وكان العنوان الرسالة وصلت الرسالة وصلت من جمهور الأهلي لمارسل كولر بالتمسك به ومن مارسل كولر اللي في الصورة اللي في النص اللي داخل الإطار بيتشعلق يركب على الصور علشان يحي الجمهور هنا الرسالة وصلت يا باش مهندس في هذا التلاقي رايح جاي وصلت رايح جاي أنا اندهشت لما شفت واقف عصوره وبينط وبيروح له وطول ما كان يدر يعني من مكان ويعمل لهم كده وبتاع بس لما تمعانت في الموقف وقريت المنشتات اللي قبل المباراورة بطاق أنا حسيت أنه عايزي أكد يا جماعة اللقطة دي هيلم قعداني يعني اللقطة بتاعيدكو دي أنا بالشريعة بفلوس كتير جدا إذا ما انتم بتدفعوا لي عشان هقلوكو حاجة أنا أيضا أضحي بقيم مادية عشان أنتوا بتدوني مرضود أنا بيسعدني أكتر من الفلوس وأنا شايف أن العلاقة دي لو استمرت على كده بس ربنا يوفق لأن تعرفوا الكورة دي يعني غدارة ساعات ولذلك رصيده بيسمح يعني أنت الماتش بطولة ولو تلك ممكن كان ابتدت ناس حتهمهم لكن رصيده يسمح أنه بمجرد العودة يقدر يوصل في قلوب الناس ويطمنهم إحنا مع بعض شوية ده كلام مهم جدا جمهير الآلي ردت بهتاف لمارسل كولر نشوفه جمهير الآلي ردت بهتاف لمارسل كولر جمهير الآلي ردت بهتاف لمارسل كولر ويطمنهم إحنا مع بعض شوية ويطمنهم إحنا مع بعض شوية ترجم fertile total بالكتويا وكتبت أنز ليدك ترجم الراعل والترجم الراحن معرفة الراحن و عندما اطعام مواقع يمر زحق شوف انا اقول لك عاجل مانو جوسيه استمتع بالجمهور بس متأخر اه خد وقت بس لما لما كيميا رجبت ما حدش عرف ياخد مكان ومازال اعتقد يعني اي انما اصبح مارس الكرة المرشح انه يعني خدني جنبك خدني جنبك اه واخد بالك وبسرعة بسرعة لان كمان مارس الكرة عنده وش في يشدك في كارزمة ضحكة طيبة كده وبتاع ويكسر حواجز كتير بينك وبينه بسهولة يعني يكسرها مع الجمهور كمان مارس الكرة بينهم كان ممكن يعني انت لو تذكر لقطة مسلمان يا سيد ابراهيم اول ما جيه اوضح مسكي التليفون وبيصور منباهي لا احد هو كان مدرب وقتها ساند داونز اه وجاي لعب الاهلي فجاي بقى يستمتع بموزارة هذا الجمهور لكنه اكتفى بأن يكون مطلقي مش مرسل لم يتواصل مع الجمهور وتترك الامر ان الجمهور هو هيوقف في ظهره من خلال اداءه ففضلت وان وي فما خدش الكريدابيليتي بتاعت او المصداقية او الجاذبية بتاعت لا جوسي لانه مهونت انت مهما قلتلي يا باش مهندس انت وانا اقول ان ما قلتلكش يا سيد ابراهيم انت حاجة كبيرة عندي وفضلت انت تقولي كده بس تقولي ايه 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 انا كده وفي ايه فاهم بعد شوية ايه ايه عم عدلي انا قلت كده ايه 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 الله اعلم عمرك اذا انت مكبرني مكبرني عمال على بطال والله يا ابراهيم ربنا خليك لا انا بقولك يعني الانسان دايما يحب يشعر ان الدنيا هاته خد مش مش هات بس صحيح فالناس اللي بتبقى حسب كده وتصدر الطاقة دي للجماهير بتكسبها عشان كده قلتلكوا الاغراء الحقيقي لمرسل كولر ان يبقى في الاهلي وان يستمتع بهذا الجمهور وهذا النظام وهذه المنظومة وهذا الارث البطولي الفريد عالميا نطلع على فاصل وبعض الفاصل كلام اخر مهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة